كثيرة هي المرات التي سمعنا بها عن مواضيع تتعلق بالدول الكبيرة في العالم حتى أنه من الممكن تحديدها بمجرد النظر على الخارطة لكن ماذا عن الدول الصغيرة؟ هناك دول من صغرها لا تذكر في أي مكان قط فهي ليست لا ترى فقط على الخارطة بل لا ترى أيضا على وسائل الإعلام هذا الفيديو يحتوي على قائمة لأصغر عشر دول في العالم وخلال عرضنا للقائمة سنعرض بعض الحقائق عن كل واحدة منهم ابقوا معنا أهلا بكم الدول التي ستذكر في هذا الفيديو هي دول معترف بها وذات عضوية في الأمم المتحدة لذلك من الممكن أن يكون هناك دول غير معترف بها أصغر من هذه الدول من أجل المرجعية سيتم مقارنة مساحات هذه الدول بمساحة دولة البحرين أصغر دولة عربية البالغة 665 كم مربع بدون الأراضي المستصلحة أو بمساحة ملعب كرة القدم البالغة هكذا دعونا نبدأ في المرتبة العاشرة مالطا بمساحة تصل إلى 316 كم مربع أي أقل من نصف دولة البحرين هذه الدولة عبارة عن ثلاث جزر صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط ليس بعيدا عن جزيرة السقلية الإيطالية عدد سكان هذه الدولة يقارب 420 ألف نسمة في هذه الدولة نجد أحد أقدم الآثار في العالم المعبد الصخري الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 5000 قبل الميلاد في المرتبة التاسعة جزر المالديف بمساحة تصل إلى 300 كم مربع تتكون هذه الدولة من أرخبيل مكون من 1200 جزيرة ألف جزيرة منها صغيرة جدا وغير مأهولة تشتهر هذه الدولة بالسياحة الاستجمامية حيث تم تحويل أغلب هذه الجزر إلى منتجعات لاستقبال السياح وهي أحد الدول القليلة في العالم التي لا تحتاج إلى تأشيرة من أي شخص في العالم لكن هذا سيكون موضوع فيديو آخر في المستقبل عدد سكان هذه الدولة يبلغ 377 ألف نسمة في المرتبة الثامنة سينت كيتس ونيفس بمساحة تصل إلى 261 كم مربع هذه الدولة هي أحد دول البحر الكاريبي وتتكون من جزيرتين كيتس ونيفس هذه الدولة كانت أول منطقة تستعمر في منطقة البحر الكاريبي حيث اكتشفها كريستوفر كولومبوس في العام 1493 هاتان الجزيرتان هما جزيرتان بركانيتان لذلك فالحياة هناك ليست آمنة جدا عدد السكان يقدر ب57 ألف نسمة في المرتبة السابعة جزر مارشل بمساحة تقدر ب181 كم مربع تقع هذه الدولة في المحيط الهادي وتتكون من 1156 جزيرة لقد تحدثنا عن هذه الدولة قليلا في فيديو ما هي الولايات المتحدة الأمريكية لكني سأضيف معلومتين غريبتين عن هذه الدولة الأولى أنها تعتبر إحدى أكثر الدول تسطحا في العالم حيث يبلغ معدل ارتفاع الجزر عن سطح البحر مترين فقط هذا يجعلها من أوائل الدول التي ستختفي تماما إذا ارتفع معدل المياه في البحار نتيجة الاحتباس الحراري المعلومة الثانية والأغرب هي أن عدد جزر هذه الدولة نقصت واحدة عن السابق وهي جزيرة إلوغي لاب التي اختفت عن الوجود تماما نتيجة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة كنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي في العام 1952 أخيرا عدد سكان هذه الدولة يبلغ 53 ألف نسمة في المرتبة السادسة لشتنشتاين بمساحة تصل إلى 160 كيلو متر مربع تقع هذه الدولة بين دولتي سويسرا والنمسا وهي أحد دول العالم القليلة التي لا تملك جيشا وتعد أيضا أحد أقل الدول في جرائم القتل حيث أن آخر جريمة قتل حصلت في الدولة كانت في العام 97 من أجمل المعلومات عن هذه الدولة أنه بسبب عدد سكانها القليل البالغ 38 ألف نسمة يتم الاحتفال بالعيد الوطني للدولة في قصر الأمير حيث يقوم بدعوة جميع سكان الدولة من أجل تناول الطعام والشراب معا في هذا اليوم أخيرا هذه الدولة هي الدولة الأكثر تصنيعا لأطكم الأسنان في العالم في المرتبة الخامسة سان مارينو بمساحة تصل إلى 61 كيلو متر مربع تقع هذه الدولة داخل حدود دولة إيطاليا وتقع في منطقة جبلية بالكامل يحيط بهذه الدولة سور قديم كما هو الحال مع سور الصين العظيم يعتقد أن هذه الدولة هي أقدم دولة مستقلة في العالم حيث تم استقلالها في العام 301 ميلادية عدد السكان يبلغ 32 ألف نسمة في المرتبة الرابعة توفالو بمساحة تصل إلى 26 كيلو متر مربع تتكون هذه الدولة من 9 جزر واقعة في المحيط الهادي وهذا سبب وجود 9 نجوم على عالمها تعاني أيضا هذه الدولة من مشكلة ارتفاع مستوى مياه البحار مما أدى إلى رحيل أغلب سكانها عدد السكان الحاليين في هذه الدولة يقدر بعشرة آلاف نسمة في المرتبة الثالثة نورو بمساحة تصل إلى 21 كيلو متر مربع تقع هذه الدولة على مقربة من دولة توفالو وهي أصغر دولة في المحيط الهادي تعد هذه الدولة الدولة الأقل زيارة في العالم حيث يزورها فقط 160 سائحا في العام تتكون هذه الدولة من جزيرة واحدة وبعدد سكان يقارب العشرة آلاف نسمة وبالمناسبة دولة نورو هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها عاصمة في المرتبة الثانية موناكو بمساحة تصل إلى 2 كيلو متر مربع تقع هذه الدولة ضمن حدود دولة فرنسا ويقدر الوقت اللازم لعبور هذه الدولة مشا على الأقدام ب56 دقيقة علم هذه الدولة هو نفس علم اندونيسيا لكن علم اندونيسيا أعرض بقليل وهما عكس علم بولندا تشتهر هذه الدولة بسباقات الفورميلة 1 حيث يتم إقامة مسابقات سنوية فيها حيث تغلق بعض الشوارع العامة من أجل استخدامها في الصباق عدد سكان هذه الدولة 38 ألف نسمة أخيرا في المرتبة الأولى الفاتيكان بمساحة تصل إلى فاصلة 44 كيلو متر مربع أي ما يعادل مساحة 61 ملعب كرة قدم تقع هذه الدولة ضمن حدود مدينة روما في إيطاليا وهي تعد العاصمة الدينية للديانة المسيحية حيث يعيش فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية هو وحاشيته الخاصة هذه الدولة رغم عدد سكانها القليل المقدر بـ 840 نسمة إلا أن لها جواز سفرها الخاص أغرب معلومة عن هذه الدولة هي متحفها الخاص فهو متحف كبير جدا وبه العديد من القطع الفنية والأثرية لو توقفت لمدة دقيقة واحدة عند كل قطعة فنية فستحتاج إلى أربع سنوات لإنهاء المتحف شكرا لمشاهرتكم إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني واشترك في صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد